السلام عليكم حبائب وياكم أنا اسم من قناة بن دجلس بورد صلي على النبي محمد وآلي محمد لايك لي الفيديو واشترك بالقناة فعل الجرس شارك المقطع لاصدقائك القائمة الأولية الغير رسمية لراضي اشترك لبطولة الأردن الدولية من اللاعبين المحترفين في أوروبا أمير خاص دوسكي مهند جعاز كاردو صديق علي الحمادي عمار محسن جست بنيرام أحمد ياسين أمير لعمار كيفن ياقوب زيدان قبال هيران أحمد مارتن حداد حسين علي جاسم إيمار شير أندريس الناطي آلان محيد دين أمين الدخيل ألا يفاضي الحسين علي من حسين أمجد عطوان صفاء هادي بشار أسن سعد ناطق السرس ماليكسندر أراها القائمة الغير رسمية من اللاعبين المحلين لبطولة الأردن الوديح يوسف فوزي منتظر محمد علي عبود حسن قوقية بسام شاكل محمد قاسم كرواتيا ترفض مواجهة منتخبنا الوطني العراقي وذلك بسبب التصنيف المتأخذ لمنتخبنا الوطني ورغبة الكرواتيين بخصم أفضل حتى مواضي راكزي تسوينا شوارع جذو المباريات منتخبنا في بطولة العرب للناشئين الجزار 24 أغسطس العراق والمغرب الساعة بالسبعة 27 أغسطس جزر القمر والعراق بالعشرة 30 أغسطس العراق ومورد ثانية الساعة سبعة مرة أخرى اتحاد الكرة يؤجل حسن تسمية المدرب الأجنبي لانشغاله بتحضيرها التصفيات آسير الشواب واستضافة خليجي 25 يعني قابل هي معظلة قابل هو وزير قاعد خلوه يعني صدق بزعتونا هالمرة كشف مصدر مقرب من الاتحاد العراقي لكرة القدم تفاصيل جديدة تتعلق بمفاوضات الجارية مع بلجيك من أجل خوض مباراة تدية مع العراقي منتصف شهر نظام برتشرين الثاني المقبل ضمن تحضيرات المنتخب الأوروبا لإنهائيات كأس العالم قطر في 2020 وقال المصدر الحكومة البلجيكية نسحت منتخب الوطني بعدم اللعب في مدينة البصرة العراقية استنادا للتقارير الأمنيا معتمدا لأوزارة الخارجية والتي تصنف العراق ضمن مناطق الخضراء أمنيا في الوقت الحالي وأضاف المصدر أن الجانب بلجيكي لم يلغي فكرة إقامة اللقاء الود في البصرة ولكنه اشترط أن توافق السلطات الحكومية في بروكسل ما دفع وزير الشباب ورياضة العراق عدنان درجال لإجراء اتصالات مع وزارة الخارجية العراقية لكي تقنع نظيرتها البلجيكية بأن الوضع آمن في مدينة البصرة ولا يوجد ما يستلع الخوف يعني قبل ثلاث يام طلعت قلة العراق غير آمن سياسيا ولن ننصح الوافدون أن يدخلون للعراق حسنا نشوف غير حجي يعني الحمد لله البلد دام من بس مظاهرات بقليلة انت طلعت بالإعلام وتسمع الدول الخليج اهتمال حتى كأس الخليجين يغلوه للكويت من وراء درجال وأكد المصدر ذاته أن المنتخب البلجيكي اقترح الخيار الثاني وهو اللعب في العاصمة بروكسل في 15 نوفمبر المقبل على أن يدفع العراق مبلغ 350 ألف دولار وانتذب حقوق المباراة من إعلانات ودعاية وتذاكر للمنتخب المستضيف فيما ينال الاتحاد العراقي حقوق البث التلفزيوني في المنطقة العربية ولفت المصدر إلى أن عندنا الدرجال الذي يشغل كذلك منصب رئيس اتحاد الكرة العراقي لم يناقش الخيار الثاني وهو ما زال يعمل على إقناع المنتخب البلجيكي بالحضور إلى مدينة البصرة فيما لهذه المباراة من قيمة نوية كبيرة خاصة أن العراق يستعد لإستضافة بطولة خليج 25 والتي من المفترض أن تنطلق في 6 يناير كانون الثاني المقبل لا صريح نور صبريق ومن غير المنطقة تسليم المنتخبين الوطني والأولمبيل المدرب راضي شنيش إذا كانت مهمة قيارة المنتخب في البطولة ربعية مؤقتة فهيجب أعطاها لأحد المدربين الشباب الاتحاد العراقي الخاطب اللاعب اللوكاسي المهون لتمثيل منتخب الوطني العراقي علماً إن اللاعب من وصول العراقي 100% لعب من العاصمة بغداد والهم من مدينة البصرة إن ذلك لا توجد أي مشاكل وخصوص اللاعب الدول السابق كرار جاسم يقترب من الانضمام إلى صفوف نفط الوسط تمثيله في منافسات الموسم الكروي للدور العراقي الممتاز أعبائك قلبي هنا وصلنا نهاية الفيديو سوي لايك للفيديو واشترك بالقناة فعل الجرس شارك المقطع لأصدقائك ليصلكم كل جديد كما معكم أناس في أمان الله نلتقى في فيديو جديد